لم تكتفي ميليشيا الحوثي بمصادرة الدولة وإدخال البلد في حرب بلا أفق بل أمعنت في تجويع المواطنين وتلويث كل شيء له صلة بالحياة وزير المياه والبيئة عزي الشريم أكد في حديث لصحيفة الشرق الأوسط قيام الميليشيا بتلويث مياه الشرب في المناطق التي تقع تحت سيطرتها بالإضافة إلى تهريب المشتقات النفطية والأغذية تستخدم الميليشيا كما يقول الوزير طرقا بداية متخلفة لتلويث مياه الشرب ما أدى وفق تأكيدات أطباء لإصابة بعض المواطنين بأمراض وبائية تمنع الميليشيا وصول صهاريج المياه إلى مدينة تعز وتقوم بتلويث الكميات المسموحة بإدخالها بينما زرعت الألغام حول خزانة المياه في المناطق المحررة وبحسب تصريحات الوزير فإن الميليشيا صادرت شحنات الديزل المخصصة لميناء الحديدة وقامت ببيعها في السوق السوداء وهربت بعضها عبر البحر إلى دول إفريقية الميليشيا المتحكمة بأحواض تجميع المياه وتوزيعها في المناطق الخاضعة لسيطرتها تفرض مطالبها السياسية على المدنيين مقابل توفير مياه الشرب ومن تلك المطالب عملية تجنيد أبنائهم في مجامعها المنخرطة في حصار المدن والقرى المقاومة لها بنظر الشرعية فإن تحرير ميناء الحديدة سيكون أحد العوامل التي ستعمل على توقيف تلويث المياه وتهريب النفط كما أن تحرير الميناء سيحد من كارثة المجاعة حيث تنهب الميليشيا أغلب المساعدات الإغاثية التي تمر عبر الميناء وتبيعها بشكل علني